يا أستاذ إبراهيم هم متخيلين أن النادي الأهلي أفراد مش عايزين فلان نضرب فلان أو فنضرب علان النادي الأهلي ليس صالح سليم ولا مختار التتش ولا حسن حمدي ولا الخطيب ولا عمر لطفي وعبد خلق سرط ومصطفى كامل الفاوندرز المنشئين ولا عبد الخارق سرط ولا جعفر ولي ولا 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 كل الرموز لنا قلناه النادي الأهلي فكرة نبيلة لغاية كميلة والأفكار النبيلة لا تموت لأنها نبيلة وجميلة هتغير فيها إيه هي غير قابلة للتعديل لأنها نشأة نبيلة نشأة جميلة الغاية جميلة هو نادي جاء من حضن الوطنية في مواجهة الاستعمار وبني بثوابت ثابتة راصخة تمسك بها رموز أفزاز غزماء احتواهم النادي الأهلي ولم يحتووا هم النادي الأهلي احتواهم لأنا بقوله بقى لكل الناس للرموز للأعضاء للجماهير للأولئك المناهضين للنادي الأهلي لا الأهلي فكرة وفكرة نبيلة آه لا فكرة سيئة ممكن قابلة للتصحيح والتصويب والقضاء عليها حتى لا فكرة شريرة لكن الأهلي فكرة نبيلة فكرة قامت على الوطنية مش الأهلي اللي أطلق هذا على نفسه ولكن التاريخ قامت على دعم القيم مش على التمسك بالنتاج والغاية تبرر الوسيلة أبدا فكانت المكافأة الحسنياي ربنا يديك أن أنت تبقى القضوة والنموذج الملهم في الحفاظ على القيم والتقليد وتقديم الحاجة النقية الرائعة بمفهوم رياضي حقيقي وقيم إنسانية حقيقية فقدتك إلى انتصارات وأصبح قول أن الأهلي مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم حقيقة وثابتة وراسخة الأهلي نموذج أزع من غير قابل التكرار لأن عصر النقاء وعصر القضايا الكبرى انتهى الأهلي نشأ في حضن قضية كبيرة للمصريين كانوا في حاجة للنادي الأهلي إنه بتقاوم الاستعمار وبتقدم بقى النموذج المصري الطيب الأصيل الذي يرعى القيم والتقاليد الذي يصلح أن يكون النموذج الذي إذا تأسيت به نجحت في حياتك لذلك هي فكرة وفكرة نبيلة لغاية جميلة فهيهات إنكم تعبسوا أي مؤسسة رياضية عايزة تفكر إن هي ممكن تعطن في ماتش ممكن تعطن في بطولة لكن المسيرة والتاريخ واعتراف العالم بيه إنه نموذج غريب الناس بتنقشوا وبعدين لعله من أكبر الخدمات التي قدمها كريه النادي الأهلي إلى النادي الأهلي التأمر عليه أكبر خدمة عمله لنا لأن دي قدت إلى إيه كشفت الله الفخر والزهو بالنادي الأهلي إن الرغب كل ده عارف يصمد دون أن يتنازل هنا العبقرية عبقرية سئلة ما تكررش عبقرية تجزر القيم والتقاليد والنشأة الطيبة والوطنية في ثقافة الأجياء المتتالية التي رعاها أولئك الرموز العظام الذي احتواهم النادي الأهلي والذي سرطهم كلهم مش بالحاصر إنما بالأمثلة كل دول نمازج كل واحد فيهم ينفع تاريخ يقود مؤسسة رياضية إلى النجاح ولعلك إنك لما تشوف اللي بعمله دكتور حسن مصطفى على المستوى الدولي ما هو ابن النادي الأهلي ابن هذا الكيان نشأ وترعرع فيه حتى لو كانوا نشأته في النشئين ولكن عمره وازدهار وثقافته تكونت تكوينه في الأهلي أيوة ومش هتلاقي اللي بعمله كابتن حسن مصطفى بعيدا عن معتقدات وسوابة النادي الأهلي الصح والمواجهة والجرأة في الحق وفرض النظام على الجميع فيش حد ما فيش حد أقام النادي الأهلي ما فيش الكل يدوء في النادي الأهلي لأن النادي الأهلي فكرة غير قابلة للتكرار فكرة نبيلة لغاية جميلة أنا قلت اللي عندي وشوف أنت ينفعي من الكلام تلك ترجمة نانسي قنقر